مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة لطيفة أثناء الليل لكن هناك فرصة لسقوط زخاة رعدية من مطر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سنستعرض وإياكم لأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم نبدأ من يوم الأحد يوم الأحد تنشط الرياح في المناطق الشمالية تكون مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي أحيانا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا خفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل الشمالية الغربية 31-17 الشمالية الشرقية 29-17 مع أجواء غائمة جزئيا أيضا المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخاة من المطر في المناطق الجنوبية الغربية قد تمتد لتصل إلى منطقة تقريبا مكة المكرمة والحرارة العظمى في المناطق الغربية 34-28 المناطق الجنوبية الغربية 23-12 المنطقة الوسطى والرياض 35-22 والمنطقة الشرقية احتمال ضباب يتشكل في أثناء الليل وساعات الصباح الباكر يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لكن الأجواء تقريبا معتدلة في النهار لطيفة بالليل 34-23 درجة مئوية ويوم الاثنين إن شاء الله يوم الاثنين هناك أيضا انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية 29-15 الشمالية الغربية والشمالية الشرقية 29-16 لكن المنطقة الغربية 34-27 المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وأيضا الغربية غائمة جزئيا 23-12 الغسطى ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة معتدلة الأجواء بالنهار لطيفة بالليل 35-22 والمنطقة الشرقية 34-24 درجة مئوية مع ضباب خفيف أثناء الليل يوم الثلاثة أيضا الأجواء تقريبا معتدلة إلى لطيفة أثناء النهار وأيضا لطيفة أثناء الليل وتمير إلى البرود بعد منتصف الليل في المناطق الشمالية الغربية 26-14 المناطق الشمالية الشرقية 27-16 لكن الأجواء في المناطق الوسطى تقريبا معتدلة مناطق الغربية 34-26 الرياض 36-21 المناطق الشرقية 35-24 والمناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا 22-12 درجة مئوية يوم الأربعاء أيضا أجواء تقريبا لطيفة في النهار في المناطق الشمالية الغربية باردة نسبيا ليلا 24-13 المناطق الشمالية الشرقية 27-15 المناطق الوسطى أجواء تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار لطيفة أثناء الليل المناطق الغربية 33-25 والمنطقة الوسطى 35-20 والمنطقة الشرقية 36 أجواء حارة نسبيا إلى 24 والمناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر أحيانا و21 إلى 12 درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية لكن تبقى الأجواء لطيفة في النهار تميل قليلا إلى البرودة ليلا المناطق الشمالية الغربية 25-14 والشمالية الشرقية 25-14 لكن الأجواء في المناطق الوسطى أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا الغربية 33-25 والوسطى 35-21 والمناطق الشرقية 35-25 لكن المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر والعظمى 21 إلى 13 درجة مئوية يوم الجمعة يوم الجمعة أجواء معتدلة في النهار لطيفة في الليل في المناطق الشمالية الشمالية الغربية 26-15 والشمالية الشرقية 26-16 المناطق الوسطى أجواء معتدلة إلى حارة نسبية نهارا لكنها معتدلة إلى لطيفة ليلا المناطق الغربية 33-26 والمناطق الوسطى 35-18 والمناطق الشرقية 34-24 والمناطق الجنوبية الغربية جواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعادية من المطر العظمى المتوقعة 22 إلى 13 في المناطق الجنوبية الغربية مشاهدين في المملكة العربية السعودية شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة